سؤال ينبغي أن نستروح أكثر إلى ماذا إلى أن نحرص على تكثير التشريع وبسطه ومده نصياً أم إلى تقليصه واختزاله نصياً ستقول لي وجهتان أنا أقول لك أنا منستروح للثانية وعندي أدلة كثيرة تأكد أن الثاني هو الذوق المنهزي الملتأم بروح الإسلام تتكلم عن المنهز والمدلوجة الإسلامية قبل أن تقعد قاعدة وتبررها وتعصيلها لا 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 في شيء يكون أوسع من القاعدة نفسها ويشمل روح القاعدة روح القواعد عارفين ماذا هو في من ضمن هذه القواعد إيه مش العفون للأسس العريضة اللي بتشمل إيه تقعد القواعد إيه هو سؤال ينبغي أن نستروح أكثر إلى ماذا إلى أن نحرص على تكثير التشريع وبسطه ومده نصياً أم إلى تقليصه واختزاله نصياً ستقول لي وجهتان أنا بقول لك أنا منستروح للثانية وعندي أدلة كثيرة أدلة كثيرة بتأكد أنه إيه الثاني هو إيه الذوق المنهزي الملتأم بروح الإسلام من مثل ماذا من مثل الحديث الصحيح إن أعظم المسلمين في المسلمين جرماً أكبر مجرم في حق الأمة النبي قال فيك معناها بالعامي شوف العبارة محلها النبي إن أعظم المسلمين في المسلمين جرماً من هو رجل سأل عن مسألة لم تحرم فحرمت من أجل مسألة يا ويلك شددت على الناس خليك يا مشؤوم يا بكسوز لو ضليتك ساكت كان أحسن روح تسأل حرم صارت خليك معناها الشرع بيحب يحرم ولا بيحب يضل على أصل الإباحة على أصل الإباحة لقوله تعالى في معرض الإمتنان لا في معرض محض الخبر الله ما يخبر خبر عادي يمتن والذي خلق لكم ما في الأرض جميع هذه الآية نصف في أن الأصل في الأشياء الإباحة وفي معرض الإمتنان الله يمتن انت جاي تعمل ضد ما امتن الله به بدك تحرم على الناس لذلك العلماء نوعوا على هذه القاعدة بهذا الذوق التشريعي العالي الرصين في شغلات أقل منها تطبيقياً يعني واحد مثلاً ايه خليحكي القصة وقبل ما نحكي القصة فيها تأصيل تأصيل ايش التأصيل سيدنا عمر كان مرة مسافر ومعه عمر ابن العاص ومروا على ايه على مقراء كل مقراء حوض مي هيك تجمع في الماء فعمر ابن العاص قال له يا صاحب المقراء أخبرنا هل تردوا السباع على مقراء تقلوا يا صاحب المقراء لا تخبروا فأنه متكلف فإنا نرد على السباع وترد السباع علينا سيلا منه قلوا هذا هذا متكلف متنطع عمر تعلم الدرس ليس طيب لأن عمر نفسه رضو الله عليه في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام وآله نفس الشيء حصل له نفس الشيء حصل له فالنبي نفس الشيء قال له لا تخبره فإنه ايه متكلف يعني عن عمر أو بما معنى فأن عمر عادد الدرس الآن أحد العلماء كان ماشي وكان ضريرا كان ماشي معا تلميذ وماسك يده رحين ايه على الأزهر تقد عالم أزهري المهم مرة هيك ست مشاغبة مية الغسيل كذبا من فوق وربتها على الشيخ بالجب والعمة يلا يا أختي هذا التلميذ العيل هذا المتكلف ما عمالها غات قسالة صفيانا قال له نجسك الله كما نجستنا الله ينجسك قال له ولو ما سألتش يهبل قال له كان ماشي هنا وخلاص مي وخلاص الحين تنجستنا ليس سألت ما تسألش تسكت خلاص مية الأصل في مية كذا إلا أن تظهر ريحة وكذا هذا الدين الدين يسر ما جعل الله قال لكم في الدين من حرج لذا من أصول الدين العنة مرفوع العنة بل المشقة تجلي بالتيسير وكلما ضاق الأمر اتسع لا تسألوا عن أشياء أن تبدأ لكم ما رأيت أناسا خيرا سؤالا من أصحاب رسول الله رسول ما سألوا يقول ابن عباس إلا في ثنتي عشرة بس كلهن في القرآن ما سألوا كثير 12 سؤال وخلاص يقصد المشاهير أو المعضلات في في تأويل في كلام كثير لكن فعلا كانوا يخلون المسائل ما يحبوش المسائل والحديث الصحيح لما نبقال أيها الناس إن الله فرض عليكم الحجة فحج أجامل واحد هيك يا رسول الله في كل عام فأعرض عنه النبي كذا 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 يا رسول الله في كل عام فأعرض عنه النبي آه مين فأسكت هذا يا رسول الله في كل عام قالوا لا ولو قلت نعم لو وجبت ولا ما استطعتم كانوا بقول لي ريحني منك النبي ريحنا منك أنت فأسكت قلنا حجوا بتحقق يش بمرة صحيح قاعد فلو خلاص اللي حجة مرة واحدة زي موضوع صلوا عن النبي مرة خلصنا يا جوت علم صول الفقه يجيك هذا يا أفي كل مرة نصلي عليها تسمعنا فيش لا الحمد والله ليس كل مرة ليس حقدر يشارك من عندها مرة واحدة تكفي شوفت فإذا من ناحية إيش كما قلنا تم هدز قعيد القواعد أي النهي النزوعيني الأم أو أشد التآمن بروح الشريعة تضييق التشريع أو توسيع التشريع تضييق التشريع ضيق ضيق النصوص صدق محدودة علشان إيه وطبع حديث الدار قطني وهو من حديث الأربعين روامين أبو الحسن الدار قطني العلامة الكبير صاحب العزمات والتتبع صاحب السنن رحمة الله تعالى عليه قال صلى الله عليه إن الله فرض فرائضة فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تعتدوها وحد حدودا فلا تعتدوها وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان يعني من غير نسيان ممنوع ما إيه عنازة الخافض شفتوا اليوم قلنا من غير غير نسيان فلا تسألوا عنها إذا النبي هول بقول لنا إيش سألوش كأنه بقول من مقاصد الشارع الحكيم أن يبقي دائرة المباحة والمسكوت عنه والعفو واسعة واسعة والحمد لله وأختم بالجملة الأخيرة كمان اللي بفهم روح الشريعة مليح وهذا قل في العصر الأخير قبل ستين سبعين سنة كانوا كويس أشياء والله العظيم في زمان كافي علماء والأمام محترمين الشيخ أبد الله دراز الشيخ محمد المدني الشيخ الفراغي الشيخ شلتوت الإمام الأكبر المائياء بذكاء وبعلم فاهمين عندهم مش شخص يتعوني اليوم يعني شلتوت هذا يعني يمكن كل الحديث الحفظها رحمة الله عليها ما تجيش من خمسمائة حديث واليوم تلاقي عيلا سنة حفظ لك ثلاث ثلاث حديث يمكن بالأسانيد وكذا بس ولا فهم لا نحو لا صرف لا أصول فقه ولا عارف حاجة شلتوت يا حبيبي الإمام الأكبر شيخ الأزهر عقلية محترمة جدا جدا لما يقرأ النصوص القرآنية أو النصوص النبوية كيف يفسرها كيف يلعن بينها ما شاء الله تبارك الله غير غير عمي علم تأسيس بشيحكات حفظ والمكتب الشاملة ونزل كتب وحفظ ما شكل علم العلم شيء ثاني العلم تأسيس حقيقي خف فكان في تساهل في تسامح كان عندهم في توسع الأمة لهم تضييق 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 كل سنة بيجي موعد رمضان وزكاة الفطر بطلع لك أئمة كبار مشهورون ولا يجوزوا إخراجها إلا مما ذكر يا رجل بدي اشترينا قمح وشعير ورز وعادس وعادس ورائحني لا يجوز يا خلق لي حل عني متعبين متعبين بضحكوا عن الناس ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر